نروح مع حضراتكم لموضوع تاني وإننا نتكلمنا عليه كتير وحنفضل نتكلم عليه لأنه فيه إشادات كتيرة ومستمرة من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري بعد مرور خمس سنوات على بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وآخر تقرير للبنك الأوروبي توقع أن الاقتصاد المصري حينمو السنة دي بنسبة 4.9% بعد خمس سنوات من الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف أدرك الجميع أهمية تلك الخطوة وانعكاساتها على الأوضاع الراهنة خاصة مع ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 40.849 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي بارتفاع قدره نحو 24 مليون دولار ارتفاع الاحتياطي جاء بالتزام مع توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ارتفاع النمو في مصر إلى 4.9% خلال العام المالي 2021-2022 مدعوما بالازدهار في قطاع الاتصالات هذا بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاع النمو في مصر يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية ومنها على سبيل المثال قرار تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي وهو بالطبع يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة فضلاً عن خفض عجز الحساب الجاري مع انتعاش السياحة والأخبار المتتالية من مختلف المواقع المهتمة بالسياحة بمصر لكونها وجهة سياحية ضمن أفضل عشر وجهات على مستوى العالم ما يحدث ليس وليد اللحظة وإنما هو مجهود بذل على مدار سنوات في مشروعات قومية وتنموية بإرادة القيادة السياسية وهو ما دفع المستثمرين لزيادة استثماراتهم المختلفة والإيمان برؤية مصر ومستقبلها